بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته تكلمت معكم قبل ذلك عن خصائص سيدنا رسول الله عن الخصائص المصطفوية والفضائل النبوية التي خص الله بها حبيبه المصطفى ومن ضمن هذه الخصائص أن الله في القرآن الكريم ما خاطبه باسمه مجردا انظر في القرآن من الفاتحة إلى الناس في كل سور القرآن وفي كل أجزائه وفي كل أرباعه وأحزابه تجد أن الله جل وعلا نادى على كل الأنبياء بأسمائهم يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك يا نوح اهبط بسلام منا وبركات يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل الأنبياء ينادي مولانا جل وعلا في القرآن عليهم بأسمائهم ويخاطبهم الله جل وعلا بأسمائهم دون لقب النبوة أو الرسالة قبل النداء أما سيد الخلق وحبيب الحق فمولانا جل وعلا ما قال له في القرآن مرة يا محمد يقول له يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يقول له يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ يقول له يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا يقول له يا أيها النبي اتق الله يقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يقول له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر حتى عندما يذكر الاسم في القرآن يضيف مولانا إلى اسم حبيبه النبوة أو الرسالة محمد رسول الله والذين معه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ويقول جل وعلا أيضا على لسان سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يشتق له جل وعلا اسما من أسمائه أغر عليه من النبوة خاتم من الله بالنور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبينا من أسمائه أحمد ومحمد ومحمود وحامد وأحيد ووحيد ومززمل ومدثر ومبشر ونذير وبشير ونذير وصاحب الحجة وصاحب السلطان وصاحب الإزار وصاحب الرداء وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى لذا ومن أجل كل هذا أمرنا الله في القرآن أن ننادي على النبي بالنبوة والرسالة لا تقل يا محمد قال سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن تقدم كلمة الرسالة أو النبوة عندما تنادي على النبي وإني لأحزن ممن لا يجلون رسول الله والله أمرنا بتبجيله وإجلاله وتوقيره قال في صورة الفتح إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ومعنى هذا أن تعظموا وأن تجلوه وأن تحترموه وأن تتأدبوا معه صلى الله عليه وسلم لأن الأدب مع رسول الله هو أدب مع الله فاللهم ارزقنا كمال الأدب مع سيدنا رسول الله واجعلنا من المحبين العاشقين المتمسكين بسنته أرضه عنا وارض عنا برضاه عنا يا رب العالمين اللهم آمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته